موسيقى مساء الخير مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من المواجهة حكون معاكم على مدار الحلقة أنا شادي شاش وقبل ما نبدأ أخبارنا أحب أنوه أنه في فقرتنا الحوارية الأولى حنتكلم فيها عن نجاح الدولة المصرية في الثقر لشهدائها وما حققته من تقدم في حربها على الإرهاب وده في ضوء تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي وتأثير الإعدام على التنظيمات الإرهابية بشكل عام خاصة وإن الإرهابي كان بيمثل ثقل وسط تنظيماتهم حيكون ضفنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وحيكون معانا على الهواء أيضا الأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية أما في فقراتنا الثانية فحيتجدد لقائنا مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل وحديث حول دلالات أعدام الإرهابي هشام عشماوي وعدد من الموضوعات الأخرى أبرزها تصاعد خسائر إردوغان وسيناريوهات مصير الغزو التركي لسوريا عندنا مجموعة من الأخبار حنبدأ بها هذه الحلقة حنبدأ بخبر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جيمز واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة أشاد الطرفان بالعلاقات المصرية الجنوب السودانية ورحب الرئيس بالخطوة المهمة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس سال باكير وزعيم المعارضة رياك مشار عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقرارات السلام مزيد من التفاصيل سنتبعها مع حضراتكم في التقرير التالي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جيمز واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن سيد رئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه رئيس سال باكير مشيدا سيادته بعمق العلاقات المصرية الجنوب السودانية ومؤكدا الحرص على تطويرها وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان كما رحب سيد الرئيس بالخطوة الهمة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان بأعلان الرئيس سال باكير وزعيم المعرضة رياك ما شار عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام مشيرا سيادته إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام من جانبه نقل السيد ايجا تحيات الرئيس سالفاكير إلى السيد الرئيس معربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومسمنا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جامس واني ايجا نائب رئيس جنوب السودان بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن سيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سالفاكير مشيدا سيادته بعمق العلاقات المصرية الجنوب السودانية ومؤكدا الحرص على تطويرها وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان كما رحب السيد الرئيس بالخطوة الهمة التي حققتها مؤخرا الأطراف في جنوب السودان بأعلان رئيس سالفاكير وزعيم المعرضة رياك ما شار عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذا لمقررات اتفاق السلام مشيرا سيادته إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام من جانبه نقل السيد إيجا تحيات الرئيس سالفاكير إلى السيد الرئيس معربا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها ومسمنا التطور المتواصل في مسار العلاقات السنائية بين البلدين كما استعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان أخرى تطورات الأوضاع السياسية في بلاده مشيدا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون السنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة القادمة فضلا عن تبادل يوجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي حكم الإعدام جاء طبقا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفات كافة درجات التقاضي وكانت السلطات المصرية قد تسلمت عشماوي في مايو الماضي من الجيش الوطني الليبي عاقب القبض عليه لترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة دارنة ولتنفيذه عددا من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي الذي ارتكب الجرائم الآتية أولاً المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ الخامس من سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاختياله ثانياً اشتراقه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013 ثالثاً ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية رابعاً تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقل هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات خامساً استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة سادساً اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر 2013 سابعاً استهدافه لمضرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة السويس ثامناً اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم تاسعاً تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرفرة عاشراً ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطة استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود بالفرفرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مغزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ التاسع عشر من يوليو 2014 الحادي عشر المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو سوير الصالحية القصاصين الثاني عشر استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة أبو سوير الثالث عشر تسلله إلى الأراضي الليبية رفقت بعض عناصر التنظيم وقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أكدابيا الرابع عشر تأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي حمى الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء استضفت القاهرة للمرة الأولى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى وتشهد جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عديدة منها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي وسط حضور عالمي من 75 دولة استضافت القاهرة للمرة الأولى أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة لعرض العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية بمشاركة أكثر من ألف سيدة من الرائدات من مصر ومختلف دول العالم وزيرة تغطيتها للسعيد أكدت أن الدولة المصرية أخذت على عاطقها قضية المساواة للمرأة وتمكين المرأة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة المرأة المصرية نهاردة بتحصل على دعم سياسي غير مسبوك قضية التمكين الاقتصادي أصبحت ليس قضية اجتماعية قضية ترتبط بالمساواة ولكن هي قضية ترتبط بالقيمة المضافة للاقتصاد القومي وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن عقد أول دورة المنتدى خارج الهند في مصر يعكس دورها في دعم قضايا المرأة الفكرة الأساسية هي طرح أفكار تبادل خبرات وأيضا عمل شراكات من بين السيدات الأعمال في أطر مختلفة فدي منصة دولية بتتيح شراكات جديدة واستثمارات في الدول المختلفة إحنا سعداء لأن بصراحة النهاردة كنت أعرفت أن 90% من الحاضرين والحاضرات لأول مرة يزوروا مصر يهد المنتدى فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن شرف لي أن أشارك بي المنتدى وهذه هي المرة الأولى لي بالقاهرة ومن المهم جدا بالنسبة لي أن أشارك في المنتدى لمناقشة كل الموضوعات التي تخص المرأة وتدعمها سعيدة بوجودي في المنتدى حيث أن الثقافة المصرية والهندية متشابهتين وأن المرأة في المجتمعين مهمة للعائلة في مصر لأن السيدات المصريات والعرب أهم جزء في هذا المجتمع وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم وبالتالي نصف إمكانياته ولذلك فإن المساواة بين الجنسين إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة وعلاوة على ذلك فقد ثابت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي النهاردة تم افتتاح معرض الشيخ زايد السادس للكتاب وده بمشاركة عدد كبير من الناشرين من دور النشر الخاصة ومن قطاعات وزارة التقافة والهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور التقافة شهد المعرض تخفيضات كبيرة بالإضافة إلى طرح أحدث الإصدارات وبيستمر المعرض حتى السادس عشر من مارس الجاري كاميرا أكستر نيوز كانت متواجدة في الحدث وحنترككم مع هذا التقرير التالي حول المعرض منهل ثقافي يعيد فتح أبوابه للجمهور للعام السادس على التوالي معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب والذي يقام في الفترة بين الرابع حتى السادس عشر من مارس الحالي من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مرة الخمسة مشاركين في معرض زايد للكتاب ملتزمين بالقوانين اللي ألو عليها عدم بيع الكتب المشاصلية ومعنا كتب بتروح من عشرة جنيه لمية وخمسين جنيه أحنا أحد الدور النشر السعودية المشاركة في معرض زايد لأول مرة والصراح حابين نجي نشارك في هذا المحفل الكتابي الكبير الصراحة في القاهرة يعني طبعا بعد مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي الكتاب والصراحة عندنا الكثير من الكتب والعنوين التربية الإسلامية والتنمية الذاتية وتطوير الذات المعرض يقدم لمرتديه أيضا بعض الأنشطة الثقافية والفنية من ندوات وورش ثقافية وكشك الموسيقى إضافة إلى أنشطة للأطفال الجديد السنادي أنه فيه تمام من دور نشر جديدة تبقى مشاركة في معرض شيخ زايد الجديد أيضا أنه فيه ركن خاص بالأطفال ده ما كانش موجود كان بيبقى نشاط مبسط في المصرح اللي احنا بنعمله الدخول مجانا طبعا لهذا المعرض عندنا حوالي أكثر من 100 نشر موجودين منهم دور نشر عربية ودور نشر مصرية وفيه دور نشر مصرية كتير جايبة كمان كتب أجنبية مستوردة يعني من كتب بلغات كتيرة ويعد هذا المعرض في دورته السادسة نتاك تعاون بين ثلاث جهات هي الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ومؤسسة زايد للإبداع ينقل الثقافة للجمهورة في خلال الشهر ده احنا أقمنا مجموعة معارض ما بين الصعيد والبحري والقاهرة في أماكن مختلفة يعني فيه معارض في السوق شغال دلوقتي فيه معارض في إنا شغال دلوقتي وفيه معارض في قرية في الصعيد هنعمله في خلال عشر تيام ده بخلاف معارض منهور وسكندرية وبورسعيد ومعارض الجامعات اللي اشتغلنا عليها ده الدور اللي المفروض يبقى دايما في كل الأنشطة الثقافية الموجودة في البلد إنه بقى فيه تعاون بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي التكامل اللي بينهم ده مهم جدا بينجح العمل ويأتي معارض الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع عدد من معارض الكتابة التي تقيمها الدولة بشكل دوري بهدف نشر الوعي الفكري وجبة ثقافية وفنية متكاملة يقدمها معارض مدينة الشيخ زايد للكتاب في دورته السادسة فهنا يمكنك أن ترى كتبا في كافة المجالات بالإضافة إلى فعليات ثقافية وفنية لكافة الأعمار شيرين مكدي أكسترونيوز أنت تخبرنا ولكن حوارتنا بعد قليل في هذه الحلقة من المواجهة بعد فاصل قصير ابقوا معنا تطورات الأوضاع السياسية في بلاده مشيدا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعما لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفي جنوب السودان والتي تأتي في إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية كما شهد اللقاء التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الصنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة القادمة فضلا عن تبادل يوجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي حكم الإعدام جاء طبقا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفات كافة درجات التقاضي وكانت السلطات المصرية قد تسلمت عشماوي في مايو الماضي من الجيش الوطني الليبي عقب القبض عليه لترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة دارنا ولتنفيذه عددا من العمليات الإرهابية في مصر وليبيا بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا على المتهم الإرهابي هشام علي عشماوي الذي ارتكب الجرائم الآتية أولا المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ الخامس من سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاختياله ثانيا اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013 ثالثا ضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية رابعا تولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوهة عنها خلفا للمكنى أبو محمد مسلم واستهداف المركبات العسكرية وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقل هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات خامسا استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ التاسع عشر من أكتوبر 2013 ومن خلال سيارة مفخخة سادسا اشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر 2013 سابعا استهدافه لمضرعتين تابعتين للوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة السويس ثامنا اشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم تاسعا تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المكنى أبو عبيدة ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود بمنطقة الفرفرة عاشرا ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطة استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود بالفرفرة وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مغزن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ التاسع عشر من يوليو 2014 الحادي عشر المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو سوير الصالحية القصاصين الثاني عشر استهداف كمين للشرطة المدنية بمنطقة أبو سوير الثالث عشر تسلله إلى الأراضي الليبية رفقت بعض عناصر التنظيم وقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أكدابيا الرابع عشر تأسيس حركة المرابطون المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي حمى الله مصر وشعبها من كل مقروه وسوء استضفت القاهرة للمرة الأولى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى وتشهد جلسات المنتدى مناقشة موضوعات عديدة منها دور النساء في مجالس الإدارة وفي العلم والتكنولوجيا وكذلك اقتصاد الأسرة وتنمية الأعمال مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي وسط حضور عالمي من 75 دولة استضافت القاهرة للمرة الأولى أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة لعرض العديد من قصص النجاح المصرية والإقليمية والعالمية بمشاركة أكثر من ألف سيدة من الرائدات من مصر ومختلف دول العالم وزيرة تغطيتها للسعيد أكدت أن الدولة المصرية أخذت على عاطقها قضية المساواة للمرأة وتمكين المرأة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة المرأة المصرية النهاردة بتحصل على دعم سياسي غير مسبوك قضية التمكين الاقتصادي أصبحت ليس قضية اجتماعية قضية ترتبط بالمساواة ولكن هي قضية ترتبط بالقيمة المضافة للاقتصاد القومي وأكدت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن عقد أول دورة المنتدى خارج الهند في مصر يعكس دورها في دعم قضايا المرأة الفكرة الأساسية هي طرح أفكار تبادل خبرات وأيضا عمل شراكات من بين السيدات الأعمال في أطر مختلفة فدي منصة دولية بتتيح شراكات جديدة واستثمارات في الدول المختلفة إحنا سعداء لأن بصراحة النهاردة كنت أعرفت أن 90% من الحاضرين والحاضرات لأول مرة يزوروا مصر يهد المنتدى فرصة فريدة لالتقاء النساء الرائدات من كافة المجالات ومن مختلف دول العالم في مكان واحد من أجل تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والصعوبات التي تقف أمامهن شرف لي أن أشارك في المنتدى وهذه هي المرة الأولى لي بالقاهرة ومن المهم جدا بالنسبة لي أن أشارك في المنتدى لمناقشة كل الموضوعات التي تخص المرأة وتدعمها سعيدة بوجودي في المنتدى حيث أن الثقافة المصرية والهندية متشابهتين وأن المرأة في المجتمعين مهمة للعائلة في مصر لأن السيدات المصريات والعرب أهم جزء في هذا المجتمع وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم وبالتالي نصف إمكانياته ولذلك فإن المساواة بين الجنسين إلى جانب كونها حقا أساسيا من حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمعات وإطلاق إمكانيات المجتمع الكاملة وعلاوة على ذلك فقد ثابت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي النهاردة تم افتتاح معرض الشيخ زايد السادس للكتاب وده بمشاركة عدد كبير من الناشرين من دور النشر الخاصة ومن قطاعات وزارة التقافة والهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور التقافة شهد المعرض تخفيضات كبيرة بالإضافة إلى طرح أحدث الإصدارات وبيستمر المعرض حتى السادس عشر من مارس الجاري كاميرا أكستر نيوز كانت متواجدة في الحدث وحنترككم مع هذا التقرير التالي حول المعرض منهل ثقافي يعيد فتح أبوابه للجمهور للعام السادس على التوالي معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب والذي يقام في الفترة بين الرابع حتى السادس عشر من مارس الحالي من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة إناس عبدالدايم وزيرة الثقافة مرة الخمسة مشاركين في معرض زايد للكتاب متزمين بالقوانين اللي ألو عليها عدم بيع الكتب المشاصلية ومعنا كتب بتروح من عشر جنيه لمية وخمسين جنيه نحن أحد الدور النشر السعودية المشاركة في معرض زايد لأول مرة والصراحة حابين نجي نشارك في هذا المحفل الكتابي الكبير الصراحة في القاهرة يعني طبعا بعد مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب والصراحة عندنا الكثير من الكتب والعنوين التربية الإسلامية والتنمية الذاتية وتطوير الذات المعرض يقدم لمرتديه أيضا بعض الأنشطة الثقافية والفنية من ندوات وورش ثقافية وكشك الموسيقى إضافة إلى أنشطة للأطفال الجديد السنة دي أنه فيه تمام من دور نشر جديدة تبقى مشاركة في معرض شغزايد الجديد أيضا أنه فيه ركن خاص بالأطفال ده ما كانش موجود كان بيبقى نشرات مبسطة في المصرح اللي احنا بنعمله الدخول مجانا طبعا لهذا المعرض عندنا حوالي أكتر من مئة نشر موجودين منهم دول نشر عربية ودول نشر مصرية وفيه دول نشر مصرية كتير جايبة كتب أجنبية مستوردة يعني من كتب بلغات كتيرة ويعد هذا المعرض في دورته السادسة نتاك تعاون بين ثلاث جهات هي الهيئة العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة ومؤسسة زايد للإبداع ينقل الثقافة للجمهور في خلال الشهر ده احنا أقلنا مجموعة معارض ما بين الصعيد والبحري والقاهرة في أماكن مختلفة يعني في معرض في تسوق شغال دلوقتي في معرض في إنى شغال دلوقتي وفي معرض في قرية في الصعيد هنعمله في خلال عشر تيام ده بخلاف معرض منهور واسكندرية وبورسعيد ومعارض الجامعات اللي اشتغلنا عليها ده الدور اللي المفروض يبقى دايما في كل الأنشطة الثقافية الموجودة في البلد إنه بقى فيه تعاون بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي التكامل اللي بينهم ده مهم جدا بينجح العمل ويأتي معرض الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع عدد من معارض الكتابة التي تقيمها الدولة بشكل دوري بهدف نشر الوعي الفكرية وجبة ثقافية وفنية متكاملة يقدمها معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب في دورته السادسة فهنا يمكنك أن ترى كتبا في كافة المجالات بالإضافة إلى فعليات ثقافية وفنية لكافة الأعمار شيرين مكدي أكسترونيوز أنت تخبرنا ولكن حوارتنا بعد قليل في هذه الحلقة من المواجهة بعد فاصل قصير شوفوا لما نسبت بكل أملها وفرحتها أنها تقتل يا طرى الفرق بين هشام عشموي إيه؟ واحمد المنسي إيه؟ يا شريد لمرتاع يا شريد لمرتاع يا شريد لمرتاع ما هو ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط والاتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة الفرق بينهم إيه؟ إن أحد منهم اتلغبط وممكن يكون خان وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر من جبال مصر أخذنا مسكنا وفي صحرائها قبورا تنادينا صمتنا العزم وفي خطانا النار والجحيم لينظر من يعادينا ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبصله كده بملء العين وحد تاني عايزينه عشان نحزبه عايزينه عشان إيه؟ آه آه قتلانا عند ربهم يرزقونا وبالجهاد على العهد محافظينه مرحب بكم جديد مشاهدين الكرام لا طالما انتظر المصريون إعدام الإرهابي هشام عشماوي بعد استفائه كافة درجات التقاضي قصوصا وأنه ارتكب أربع عشرة عملية إرهابية على أراضي مصر وأزهق الأرواح وعمل على خراب الوطن بتكيد هي خطوة هامة للقصاص لأرواح شهداء الوطن سواء جيش أو شرطة أو مواطنين حدث بيمثل أعبرة لكل من تساول له نفس المساس بمقدرات هذا الوطن ودلالة على إصرار الدولة على المضي قدما في حربها على الإرهاب بتكيد أعدام هشام عشماوي حيكون له تأثير على التنظيمات الإرهابية بشكل عام خاصة وأن الإرهابي بيمثل ثقة كبير وسط تنظيماتهم حول هذا الموضوع بنستضيف في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت وقرأة متعمقة في تنفيذ حكم الأعدام على هشام عشماوي أهلا بك يا أستاذ أيضا بيساعدنا نستضيف على الهواء الأستاذ أحمد عليب رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية نرحب بك يا أستاذ أحمد طيب نبدأ حدثنا مع الأستاذ أحمد رفعت وأعرف من حضرتك يعني هذا الحكم بيئة الأعدام وتنفيذه على الإرهابي هشام عشماوي بالتأكيد هو خطوة كبيرة لمكافحة الإرهاب قصاص لشهداء الوطن كيف رأيت تنفيذ حكم الأعدام اليوم هو طبعا قصص زي ما حدك قلت كده تبقى يعني للآية 179 من صورة البقرة ولكن في القصاص حياتي أول الألباب وتبقى كمان للآية 14 صورة التوبة ويشفي صدور قوم مؤمنين النهاردة أعتقادي أنه مش بس أسر الشهداء اللي قلوبهم ارتاحت ولا نفسهم هدية أعتقادي أن مصر كلها وكمان كل يعني أنا شايف حتى على شبكات تواصل الاجتماعي الأشقاء في الدول العربية فرحانين لأن الموضوع مؤثر إحنا قدام مجرم الشقيقة. آآ دي هنتكلم فيها لكن آآ خلينا في إصرار الدولة المصرية على الأخذ بالإصرار. الإصرار الدولة المصرية على آآ يعني إهداء هذا العمل اللي النهاردة كان فيه شكوك أنه هيتنفذ وفيه كلام على ضغوط حقوقية هتمنع مصر وضغوط سياسية ممكن تقف آآ يعني عقبة في آآ سبيل تطبيق الحكم كل ده النهاردة آآ ثبت أنه غير صحيح لكن آآ فيه دليلات مهمة آآ يعني اسمح لي نوقف عندها سشادي. وهما سبع يعني خلاصات من العملية كلها بك أحدك تكتبهم ونقشهم وراء واحدة أو أقولهم كلهم ونقشهم آآ بالترتيب الخلاصة الأولى أو النتيجة الأولى للموضوع كله أن أنت قدام آآ معركة بين حق وبطل الحق فيها آآ يعني لا يمكن يتهزم أبداً أنت قدام الدولة مصرية عريقة لها مؤسسات كبيرة جداً عندها مدد لا نهاية له سواء يعني في الامدادات سواء في الأفراد سواء في التسليح سواء في المعلومات وانت قدام شعب النهاردة آآ لا تتخيل أو أحدك عارف يعني نبض الشعب المصري إزاي وكان إزاي منتظر اللحظة دي وإزاي متابع الموضوع وعندنا حشد يعني جماهيري هائل وراء الدولة المصرية أي آآ دي نقطة الأولى النقطة الثانية انت قدام إصرار الدولة المصرية على آآ تعقب المجرمين أي نمع كانوا آآ النقطة الثالثة انت قدام آآ نجاح سياسي المتهم ده جبناه من آآ آآ يعني أشقاء في ليبيا آآ احنا وقفين مع إعادة بنائهم لدولتهم من اللحظة الأولى ورئيس السيسي من 2014 بيؤكد ان مصر تدعم الجيش الوطنية في كل الدولة العربية قالها على الجيش العرائي وقال بنادعم الجيش العرائي وبنسلحه قالها في آآ اتنين وعشرين حداشر 2016 في حواره مع التلفزيون البرتغالي على الجيش الوطني العربي السوري كان لأول مرة تصريح مباشر وعلني يعني كان لأول بنتكلم على أن احنا بنادعم الجيش الوطنية العربية في محاربة الإرهاب كان اتنين وعشرين حداشر 2016 أعلن مباشرة دعمنا للجيش العربي السوري هذه النقاط اللي ذكرتها يا أستاذ أحمد هنتكلم عليها تفصيلاً ولكن بعد أن أرحب مرة أخرى بيا الأستاذ أحمد علي برئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدرسات الاستراتيجية برحب بيك مرة جديدة يا أستاذ أحمد أهلاً بحضرك مساء الخير أستاذ الشهادي ومساء الخير على ضيوفك وعلى السيد الشهادي أهلاً بحضرك واسمح لنا قبل أن نبدأ الحوار معك أن نشاهد هذا التقرير عن جرائم الخائن هشام عشماوي ونرجع مرة أخرى لاستكمال الحوار لم يكن حكم الإعدام الذي صدر بحق الإرهابي هشام عشماوي سوى تعبير عن جرائمه التي ارتكبها في المقام الأول بحق مصر واستشهاد الكثير من أبطالها عشماوي تورط في عدة حوادث إرهابية أول تلك العمليات هو استهداف تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم في سبتمبر عام 2013 كما التهم في عدة عمليات إرهابية كبرى مثل الكتيبة 101 في العريش وكمين الفرافرة بالصحراء الغربية وتفجيرات ضد عدد من الكنائس ومديرية أمن الدقهلية وحادث الواحات واغتيال النائب العام هشام بركات انضمام عشماوي لتنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي لم يدم طويلا حيث بايع التنظيم داعش الإرهابي وهو ما رفضه وانشق عنهم مؤسسا تنظيم المرابطون المتصل بشكل وثيق بتنظيم القاعدة وتمركز التنظيم في مدينة درن الليبية كمقر تنطلق منه العمليات الإرهابية إلى داخل مصر وتمركز لتدريب أعضاء تنظيمه المتطرف أبو عمر المهاجر أحد أبرز الأسماء الحركية التي تخفى فيها عشماوي الضابط المفصول من القوات المسلحة بسبب تبنيه لأفكار متطرفة حيث خرج بتسجيل عام 2015 يهدد فيه ضباط الجيش والشرطة في مصر بالمزيد من العمليات الإرهابية أعلن الجيش الليبي القبض على الإرهابي هشام عشماوي بمدينة درن الليبية والذي أصبح على رأس قائمة المطلوبين بحكم تورطه في العشرات من العمليات الإرهابية دون أن يعلم هو وأمثاله أن كل تهديد يزيد من إصرار الدولة المصرية وأبطالها في الجيش والشرطة على مواصلة مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة شوفوا لما نسبة تبقى في كل أملها وفرحتها أنها تقتل يا طار الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنس ماذا؟ أنا أقول لكم الحكاية ما هو إنسان؟ وهذا إنسان؟ وهذا ظابط؟ وهذا ظابط؟ وهذا ظابط؟ والآتنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة؟ الفرق بينهم ماذا؟ أن أحد منهم أتلغبط؟ وممكن أن يكون خان؟ وحد ثاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر ده قدموا ونسقفلوا ونبقى ونبصولوا بملء العين وحد ثاني عايزينه عشان نحاسبه؟ عايزينه عشان إيه؟ مرحب من جديد مشاهدينا الكرام بالأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والأستاذ أحمد عليبة رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أستاذ أحمد عليبة هل من الممكن أن يغير تنفيذ حكم الأعدام من استراتيجية التنظيمات الإرهابية الموجودة في مصر وليبيا؟ يعني بالتأكيد احنا بنتكلم على فصل مختلف يعني هناك ازدال السطار على واحد من أعتعوتات الإجرام بالنسبة لقضايا الإرهاب في مصر على مدار ست سنوات يعني سنتين منها في مصر من 2013-2014 ثم بعد فض ربعة إلى ليبيا أربع سنوات فأنا بعتقد أنه يعني ده كان بيمثل يعني عدد كبير جدا من القضايا الحوادث الإرهابية في مصر سواء في منطقة سيناء أو في مدن القناة أو حتى في مدن الدلتة ثم أيضا في قطاع صحراء الغربية حوادث الفرفرة والوحات أنا بعتقد أنه هناك محاولة لتقويد هذه الظاهرة بشكل كبير فيما يتعلق بالجزء الخاص بالتنظيمات في مصر هناك تراجع واضح وفقا للمواشرات الدولية وأيضا لمواشرات محلية لأنه هناك نجاح بشكل دائم ومستمر نحن نتعامل مع الظاهرة هذه الظاهرة ممتدة يعني لا يمكن بشكل أساسي أنه أحنا نقول أنه ظاهرة الإرهاب يتم القضاء عليها تماما لكن تكتسب يعني خبرات يعني تكتسب الدول خبرات لمواجهة هذه التنظيمات وبالتالي بيبدأ يقل أيضا أعتقد أنه التحولات الإقلامية اللي يعني بتتم في إطار ما يتعلق بهذه الظاهرة أيضا بتشهد نوع من الانحصار والتحولات لكن لا يزال طبعا في ليبيا هناك نوع من يعني السيولة في هذا الموضوع لكن ترجعت أيضا إلى حد كبير بالنسبة لرصد محاولات يعني اختراق الحدود المصرية لأنه طبعا فيه إحكام بشكل كبير بالنسبة له الحدود الغربية من جانب الجيش المصر أنا أتصور أنه يعني ده أيضا قطع رافض أساسي لتمويل هذه التنظيمات بالنظر لأنه كان بيقوم بأدوار متعددة سواء كان فيه الإعداد والتخطيط أو في التدريب أو في التنفيذ وبالتالي يعني هو كان عنصر حيوي أنا أتكلم على 14 قضية تقريبا كان متهم فيها من إجمال تقريبا 54 قضية في ما يتعلق بيقى الجانب الخاص بسينة لو نحن نتكلم في ليبيا فأنا أعتقد أنه ربما يزيد عدد القضايا عن ذلك لديه علاقة مع تنظيم القاعدة في ليبيا عبد الكريم بالحاجة وبالتالي ارتباط مع دول الإقليمية ومتمول الإرهاب مثل تركيا وبالتالي أيضا هذا يتعلق بيقى الجانب الليبي كان عنده حوالي تقريبا سبعة أشهر من التحقيقات هناك ربما تعاملت أو تعطت مع هذا الجزء فبالتالي احنا بنقول أنه الظاهرة بتتراجع إلى حد كبير يعني القضاء على العناصر القاعدية في التنظيمات مثل هشام العشماوي ده طبعا يعني يشكل نجاح وضربات قصمة لمثل هذه التنظيمات وطبعا قضح خط أساسي فيما تعلق بتنظيم القاعدة وبالتالي أنا أعتقد أنه يعني مسألة الحصار الظاهرة هي مسألة مهمة لكن أيضا متظل أنه الاستعدادات ومواجهة التحولات التي تحدث فيها الظاهرة هو جزء أساسي أيضا تتعامل معه مصر في المرحلة الرهنة بالأكيد طيب لسه هناك محاولات من جانب القوى الإقليمية التي تدعم هذه الظاهرة في أن هي تستمر بشكل أو بأخر نعم أعود ليك مرة جديدة أستاذ أحمد علي إبا ولكن أنتقل بالحوار إلى الأستاذ أحمد رفعت يعني عندما كنا نشاهد التقرير يا أستاذ أحمد ورأينا رئيس السيسي بيقول يعني شايفين الفرق بين هشام عشماوي وأحمد المنسي رأيك إيه؟ ده العالم كله دلوقتي شايف الفرق لأنه إحنا قدام يعني وجهين ومصرين مختلفين تماما واحد كان مع الوطن ومع شعبه واحد كان مع الشيطان ومع عداء الوطن والمصير معروف يعني كواللس واحد يعني كلين عارفين أنه مع الصديقين ومع الانباء والصديقين والشهداء والتاني عارفين نلوقتي يعني مصيره إلى يعني ما نبأنا بيه الله سبحانه وتعالى لنه في الجحيم يعني لكن نقف عند إصرار رئيس مبكرا على الكلام على أن إحنا عايزين عشماوي عشان نحاسبه وعشان نحاكمه للتحقق ودي كانت النقطة الرابعة بعد ما كنت بتكلم مع حضرك على الدلالات المهمة للموضوع وصلنا إلى الدلالة السياسية أنه مصر بيه دورها الإقليمي موجودة مع الأصدقاء والأشقاء في ليبيا النقطة الرابعة بقى أنه عندنا جهاز أمني ومعلوماتي يعني على على مستوى لأن أنا أعيز أقول لحضرتك اللواء 106 اللي أبض على عشماوي في ديرنا ده اللواء الليبي لكن جهة اللواء الكتب 169 أحمد النجدي الرائد الليبي قايل بالحرف أن إحنا أبضنا على عشماية وبناء على معلومات استخباراتية مع الجانب المصري صحيح قاعد هناك من 8 أكتوبر من يوم إعلان الأبض عليه لغاية 28 ماية وزي ما قلت أستاذ أحمد تحت التحقيق في ليبيا لأنه متكب جرائم هناك عنده يعني عدد كبير من الاتهامات موجهة ليه لكن أثار الجانب الليبي في الآخر أنه نسلمه للجانب المصري نتيجة لهذا التعاون الأمني الكبير فإحنا قدام جهاز أمني رفيع المستوى قادر أنه حتى خارج البلاد يعمل ضربات كبيرة بتبدأ بالمعلومة في الأساس وبعد كده بتقوم القوات المختصة بمتابة الموضوع لغاية ما يعني الوعد الرئاسي للرئيس السيسي تتحقق والنهاردة كان النهاية طيب هنتابع مع حضراتكم الآن هذا التقرير اللي بيحكينا عن رحلة الخائن هشام عشماوي يا طار الفرق بين هشام عشماوي إيه؟ وأحمد المانسي إيه؟ أنا أقول لكم بس الحكاية ما هو ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط والاثنين كانوا مع بعض في واحدة واحدة الفرق بينهم إيه؟ إن فهم أن أحد منهم اتلخبط وممكن يكون خان وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر أحمد بعد ما استشهد لقنا كاتب جواب بخط إيده المفاجأة إن الجواب ده كاتبه العدو اسمحوا لي أقرأ لكم بعض أجزاء من الجواب ده جزيل الشكر العدوي اللي قتح لي الفرصة بعد سنين من التدريبات إني أواجهه شكرا لك إنك دخلتني أرض مروية بدم آبائي وأجدادي اللي ضحوا بالنفيس والغالي دخلتني أرض الفيروس بعضرولي وخلتني أصلي في كل شبر فيها هيروح مننا واحد في غيره ألف بيتسابقوا على دورهم في الشهادة بس أقسم بالله ملكش يعيش فيها طول ما إحنا فيها يا أمي الشهيد هو صاحب الفضل والمن إحنا عملنا كده لأن إحنا تعلمنا في القوات المسلحة ألا نترك خلفنا أبداً شهيد أو مصاب القوات المسلحة اللي علمتنا عند التكليف بأحد المهام قدامنا خيارين اتنين بس ما لهمش تالت إما النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة وايا وامر فن أترك يا صاحب و لسا روحك عيش فيها لا قبلت ولا أقبل في دامك عمري دي سنت الأمانة شهيد لوطبك والبلاد قدت سلتك كنت قبل المسؤولية قدت سلتك كنت قبل المسؤولية قدت سلتك كنت قبل المسؤولية قدت سلتك كنت قبل اشتركوا في القناة 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 باتجاه السحل في اتجاه الغرب هو كان عنده طبعا علاقات في ذلك التوقيت مع عبد الكريم بالحاج اللي هو معروف انه كان زعيم الجماعة اللي بيها المقاتلة وبالتالي كان بيحصل على نوع من الدعم الكبير كان بيوظفه فيه اتجاه يعني تنظيم وإدارة وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في مصر كما ذكرت وبالتالي فيما يتعلق بالمصرح الليبي الجيش الليبي تمكن بالفعل من ان هو يحسم مسألة او يطهر التنظيم من مدينة دارنا انا اعتقد بشكل كبير جدا ان الوضع اصبح مستقر فيه المدينة بشكل كبير لانه الجيش الليبي تمكن من فرض مظاهر السيطرة والامن في هذه المدينة تظهر بعض الحوادث من الاخر لكن انا بعتقد انه فيه خدرة على التعامل مع التنظيم لم يعد موجودا هناك وفقد ايضا عدد من القادات التنظيمية اللي كانت بتساعده هناك اللي كان ابرزهم طبعا يعني سوى اللي فقدهم في بعض العمليات زي عماد عبد الحميد او اللي فقدهم معه في اسناء القبض عليه زي رفع سرور انا بعتقد انه المجموعة التي كانت تعمل معه كلها قبض عليها بعضهم طمت صفيته في مراحل مختلفة وبعضهم طمت صفيته اسناء عمليات القبض عليه وبالتالي انتهى اصر التنظيم بشكل اساسي وحاسب المرحلة الحالية هي مرحلة ايضا مجهات مع تنظيمات اخرى لكنها ليست موجودة في الشرق الليبي انما يمكن ان تكون موجودة في الجنوب وموجودة في الغرب الليبي ويعني تظهر الان او تتحاول الان مع التحاولات التي تشهدها الساحة في الغرب الليبي سواء تنضود تحت ميليشيات او تقوم بدور ما لاستخطاب تنظيم داعش الذي يعني يتم نقله او تقوم تركيا بنقله من الساحة في سوريا الى الساحة في ليبيا لكن فيما وصلت هذه النقطة يبقى معي سأعود ليك طبعا مرة جديدة ولكن بعد ان اهدت بحواري الى الاستاذ احمد رفعت يعني بعد التقارير الدولية اعتبرت عام 2019 الماضي هو عام الانتصار على الارهاب في مصر ده طبعا نتيجة لكل ما ذكرته استاذ احمد من يقضى للجهاز الامني المصري والمعلومات الكبيرة المتوفرة التي جعلت هذه العمليات تتم على اعلى مستوى من الدقة وبالتالي انحصر الارهاب هو الحقيقة 2018 مش 2019 لانه احنا في 2014 كانت العمليات توصلة الى رقم مخيف الارهابية العمليات الارهابية في مصر كلها وطبعا 75% منها جوه سينة لكن كان توصل مثلا 278 عملية مثلا في البداية الاولى وصلنا 2018 الى 8 عمليات طبعا لسه حصائية 2019 يمكن على وشك لكن اعتقد انها تطلع بنفس الارقام في 2015 2016 2017 ارقام مشابهة يعني بتقلي شوية اه بس طبعا يعني ايه 167 عملية في سنة 188 عملية في سنة تانية لكن في 2018 وصلنا الى 8 عمليات ارهابية بطول مصر وعرضها اه طبعا برضو اغلبهم في سينة صحيح لكن اه كنا فين يعني من 1989 في 2014 او حاجة لغاية 8 عمليات اعتقد في 2019 يبقى الرقم قريب فاحنا والساعة 2019 كمان صدر تقرير يعني مركز السلام الاسترالي اللي بيقيم الدول اللي فيها ارهاب مصر خارج قيمة العشر الدول الاولى اللي بتعاني من الارهاب ودي ده الاول مرة من 2013 اعا فدي الشهادة برضو دولية ان احنا لم نعود دولة تعاني من الارهاب صحيح زي ما قوله استاذ احمد احنا قدام اعا لم نعود دولة تعاني من الظاهرة من الظاهرة لكن طبعا فيه يعني لكن دايق خليني بقى بعد اذنك اروح للنقطة الخامسة في سبع دولة او سبع نتائج من الموضوع كله احنا قلنا احنا مصر دولة كبيرة محن تشي قدر عليها مصر لا تنسى صار ابنائها ولا شهدائها مصر لها نفوذ ووجود اقليمي مناسب خلها تتعامل مع الموضوع واتحقق نتائج منه الظاهرة او النتيجة الرابعة ان احنا عندنا اجهزة امنية رفاعة المستوى وعندها اداء هائل خصوصا في مجال المعلومات النتيجة الخامسة ان احنا بنلسه شوف اربعتاشر عملية كبيرة من محاولة اغتيال وزير داخلها الى محاولة تعطيل مرفق علامي اذا قناة السويس هتضر منه مئة مليون مصر بشكل مباشر شوف اربعتاشر عملية الى الفرافرة الى اجهزة امنية ضمرها في الاسماعيلية وعملت نقل من الاسماعيلية الى الصحراء الغربية ومع ذلك مصر تصر على انها تبقى الى النهاية دولة للقانون بحاكم وامام محاكم سواء يعني ارتكب جرائم تستحقل التحويل الى الحالة للجنانيات او الى المحاكم عسكرية لكن في كل الاحوال عنده درجات التقاضي عنده الحكم الغيابي ويعاد محاكمته لما تم القضاء عليه تشوف شكله ما فيش يعني الم ما فيش يعني حتى الخروق يعني احنا بتعامل في فارق بين دول التعامل كعصابة مع حتى مع المجرمين وفي ناس شايف انه ده ممكن يبقى متاح لكن المصر اصرت الى النهاية ان نتعامل مع الظاهرة او مع هذا المجرم باعتبارها دولة للقانون ودولة القانون تحترم مؤسستها وتحترم القضاء اللي موجود فيها طيب احنا معنا على الهاتف الان المهندسة ندى حسن زوجة رائد الشهيد احمد عمر الشبراوي رئيس عمليات كتيبة 101 سعقة اهلا بك يا باش مهندسة والنهاردة شهدنا حكم الاعدام للارهابي هشام عشماوي اثر ده عليك ايه اهلا بفن المهندسة الاول هو احمد كان رئيس عملياتي كتيبة 103 سعقة 103 سعقة 103 سعقة اثر كبير افنم لان لم دينا رسالة احنا كاهيلي شهدة وكماصرين ان القوات المسلحة ما بتفيدش حق الشهد وان الجهاز المخبرات بتاعنا شغال صح وبيقدر يجيب يعني شغالين صح وما بيسيكوش حق ولادهم في اي اي قضية اي عملية بيفضل وراها ولو بعد حين لحد ما يعني الاجرم ياخد جذائه طيب فكرة السويب والعقاب فكرة النهاية اه واختلافها يعني وانموت وحيحة بس فكرة الموت المشرف والشهادة وفكرة اننا قادم على جرائم يعني اسوأ من نهاية وانخلنا بشارب ده انا اخليت بشرف وطني وبشرف القسم اللي انا اقسمت كلية يعني الحمد لله الحمد لله يعني انتي نهاردة لما عرفتي بهذا الحكم بتأكيد ده كان ليه اثر ايجابي عليك اكيد طبعا ربنا اقلو لكم في القصوات قصواتي حياتي يقولي الالباب طيب يعني باش مهندسة ندى يعني دايما التنظيمات الارهابية يعني ما بيكونش هممها لا الشعوب ولا الاوطان قدام ده بتكون موجودة القوات المسلحة المصرية بكل هذه البسالة والشجاعة في التصدي للارهاب وتقديم اروحهم فدى الوطن فدى مصر رأيك ايه ايه طبعا هو كل القصة فيه منهم اللي بيبقى مجدود لفكر متطرس وبيبقى الدخلين لهم مستكاديس فيه منهم مرتزقة اللي هو بيصبر الفكرة اللي هو مش مؤمن دي هو كل الفكرة انه هو فيه لها معينة بتدفعله عشان يهددك ديشن بالضامي اللي موجود عشان يوقعها الده لكن القوات المسلحة لن ولم تتهاون فأشيبك في مصر وطول ما زمي الزجنة وكل مخواتنا موجودين في هنا وقفين مرابطين ان شاء الله ان شاء الله مصر مش هتروح طيب في نهاية حوارنا عايز منك رسالتين رسالة بتوجيهها لكل إرهابي بيحاول يتربص بمصر ويرسالة لقواتنا المسلحة والشرطة الباسلة في التصدي الإرهاب تفضلي والله يا فندم لأي إرهابي مصر على مر العصور بفضل الله إن كان محتر إن كان حد يتعدى على حدودها الجيش هأسبب جدارة إننا ما فيش حد الحمد لله بيقدر عمله مهما تحطينا في صعوب مهما تخيل إن انت قادر توصف رجالتنا واقفين مش هتقدر تاخد شدر في أرضها ومش هتقدر تحقق حاجة على الأرض الواقع كل اللي انت بتعمله عبارة عن مصر واهني إنت تتخيل إخواتنا بقى في الجيش والشرطة ربنا يحفظكم وربنا يعينكم وإحنا عايشين على حسوك وعايشين في الأمان ده من خيركم من وقفتكم دلوقتي في الظروف اللي إحنا فيها دي وقفين ده بسالة إذنين لك بيستشهد وبتروح تقف بعد علشان عارف اللي ده دورك وده وجدك طيب بشكرك شكرا جزيلا المهندسة نادة حسن زوجة الرائد الشهيد أحمد عمر شبراوي رئيس عمليات كتيبة 103 ساعقة أذهب مرة أخرى بحواري إلى الأستاذ أحمد عليبة يعني تسليم هشام عشماوي أبل أقل من سنة بيوضح لنا أهمية التعاون يا أستاذ أحمد بين الجيشين الجيش المصري والجيش الوطني الليبي يعني تأثير ذلك وهذا التعاون على يعني هذه العمليات وضبط الإرهابيين المتواجدين في مصر وليبيا أنا 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 بتصور أن أستاذ أحمد رفعت يعني تناول هذا الموضوع بقدر كبير من التفصيل لكن أنا يهمني في هذه النقطة هو أنه فيه تحدي بيواجه الجيش الليبي طبعا في المرحلة الحالية وده بيدل على أنه دعم مصر لمؤسسة وطنية مصر لا تتعامل مع ميليشيات في ليبيا مصر تتعامل مع مؤسسة وطنية موجودة في ليبيا وهي دي النقطة المهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع أنه أن تكون هناك دولة في ليبيا أن تكون هناك مؤسسة أمنية قوية في ليبيا هذا هو المدخل الحقيقي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا لأنه يعني انهيار اللي حصل فيه الجيوش فيما يعرف بيئة ربيع العربي في العديد من الدول في الإقليم الكل يعرف سمنه جيدا وبالتالي فإن دعم مصر لي أنه يكون هناك يعني هذا المصر من الاستقرار بالنسبة لليبي أنا بعتقد أنها المسألة المهمة وده شفنا تداعياته في هذه العملية أنه الجيش الليبي لايب دور أساسي كشريك في مسألة القبضة على هشام عشماوي طبعا أيضا زي ما لوس الزحمة في بداية الحديث بأنه كان هناك دور استخباري ومعلوماتي فيما يتعلق به هشام عشماوي الخليئة التي كانت تعمل معه وتحديد مناطق يعني مناطق توجده هناك ثم من قام بعملات القبض عليه هو الجيش الليبي وقدر يعني تحقيقات مطولة معه فيما تعلق بالجزء الخاص بالقضايا في ليبيا ثم عاد إلى مصر ومحاكمته أمام القضاء المصري فيما تعلق بالجزء الخاص بالقضاء الموجودة في مصر والتي شارك فيها بشكل أساسي فأنا بعتقد أنه ده نجاح للعلاقة ما بين الطرفين في مصر وفي ليبيا وأنا بعتقد أنه أيضا ده دلالة أساسية على نجاح جهود مكافحة الإرهاب بشكل أساسي وأنه يجب أن ينظر المجتمع الدولي والقوال الإقليمية التي تريد أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلى هذه الجهود بدلا من أن يكون هناك دعم لإرهاب في ليبيا أن يكون هناك يعني مواجهة مصر بتواجه طبعا هذا بشكل أساسي أو بتعمل عليه بشكل أساسي يعني ده بيبين الفارق ما بين دور مصر وعلاقة مصر بليبيا وأدور الآخرين الذين يكيدون لليبيا والذين يريدون أن يستمر يعني أن تستمر مظاهر الفوضى أو مظاهر يعني مظاهر الفوضى الأمنية والسياسية في ليبيا بشكل أو بآخر فأنا أعتقد أنه ده نجاح له ده عدد كبير جدا من الدلالات طيب أستاذ أحمد رفعت يعني برأيك ومن خلال مشاهداتك كيف ساند إعلام الإرهابية وقناة الجزيرة هذه التنظيمات الإرهابية كتنظيم القاعدة اللي كان بينتمي إليه وطبعا أستاذ شادي جزء من الموضوع معنوي يعني اعتقادي أنه اللي حضرتكو عاملوه من الصبح باقي القنوات اللي عاملية على قضية الشام عشماوة تحديدا وقصة إعدام والجرائم اللي ارتكبها جزء منها معنوي العدو بقى في الطرف الطرف الآخر شغال على العكس بيدعم المنظمات الإرهابية بيدعم أو بيجهز لها يعني الساحة من خلال الإشعاعات والأخبار الكاذبة اللي تخلي المواطن المصري قابل أو قطاع من المصريين قابل أن نستقبل عمليات ضد مؤسسات وطنة وضد المؤسسات اللي في المواجهة تحديدة اللي احنا تكلمنا من شوية أن العمليات وصلت تمن عمليات في 2018 أعني بالقولها كده ببساطة لكن ده ما جاد مش ببساطة نهائية لازم ناس تتذكر أنه ده جيبتها طحيات كبيرة وعظيمة آآ قامت بها قواتنا المسلحة وقامت بها قوات الشرطة المصرية آآ وطبعا آآ شفنا أسر الشهادة وشفنا تكرمهم لكن قابل بس ما لأنه أخشى أنه الحلقة لازم ناتجتين أخرتين نقولهم في السبع نتاج المستخلصة من موضوع هشام عشماوي كله أنه احنا القوات المسلحة زي ما بتسأل لأبنائها بتسأل كمان بتحافظ على مكنتها وقيمتها وصمعتها وشرفها وتم اعدام هشام عشماوي شنقا مش رامل بالرصاص لأنه خارج القوات المسلحة فصلا يعني هو مفصول أصلا من قوات المسلحة مش شروبا ولا عمل أي عملية هو منتمل لهذه المؤسسة العظيمة النتيجة الأخيرة اللي قالها أو أشار لها الرئيس السيسي بكلام ولما تكلم أنه مصار أحمد المنسي ومصار هشام عشماوي احنا لسه عايزين مجهود جبار في مواجهة الأفكار المتطرفة يعني احنا عاملين مجهود رائع في مواجهة التنظيمات المتطرفة لسه عندنا مواجهة كبيرة جدا مع الأفكار المتطرفة وهذا ما يدعو إليه الرئيس السيسي أيضا بشكرك شكرا جزيلا على حوارك مع الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كما أشكر جزيل الشكرا الأستاذ أحمد عليب رئيس وحدة التسليح بالمركز المصري الفكر والدرسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد لسه مكملين معكم طبعا في هذه الحلقة من المواجهة ولكن قبل أن نذهب إلى حوارنا التالي مع أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل نقرأ على حضراتكم هذا الخبر أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن إجراء تحليل لألف وتسعمائة وأربع حالات مشتبه في إصابتها بفايروس كورونا المستجد بمصر بداية من شهر يناير الماضي وحتى اليوم الأربعاء مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية معدى حالتي الشخصين الأجنبيين والذي تم الإعلان عنهما مسبقا ووضحت الوزيرة أنه لم يتبت إيجابية أي حالة مشتبه في إصابتها بفايروس كورونا المستجد في مصر حتى الآن سوى حالتان الأولى لشخص أجنبي كان حامل للفايروس وتلقى رعاية طبية فائقة وتم إجراء تحليل له وهو ما يسمى PCR تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية عدة مرات متتالية أخيرها بعد قضائه 14 يوما داخل الحجر الصحي وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة وغادر الحجر الصحي وأضفت أن الحالة الثانية هي لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص لذلك مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية وحالاته مستقرة وفي تحسن مستمر ولفت إلى أن جميع فحصاته تؤكد تحسن حالته ولفتت أيضا إلى استمرار تطبيق إجراءات الحجر الصحي على جميع العاملين بمقر عملهم والجهات المعاونة لهم والذين بلغ عددهم أكثر من 2500 شخص كإجراء احترازي موضحة أنه لم يتم الاشتباه في أي حالة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية حيالهم نشاهد هذا البيان من وزيرة الصحة ونعود إليكم مرة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم البيان المحدث لوزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائي لفيروس الكورونا المستجد في جمهورية مصر العربية 4 مارس 2020 من يوم 7 يناير 2020 حتى اليوم تم إجراء 1904 تحليل لحالات مشتبه بها جميعها سلبية معدى الحالتين الحالة الأولى كان حامل للفيروس وتعافى والحالة الثانية تخضع للعلاج ما زالت تخضع للعلاج وفي تحسن مستمر وجميع العلامات الحيوية في تحسن وكذلك الأشعات التي تم إجراءها اليوم في المتابعة تؤكد تحسن الحالة هذا بالإضافة ل41 معتمر تم عمل فحوصات لهم في حالات مشتبهة وجميعها سلبية الموقع اللي فيه الشركة اللي كان يعمل فيها الأجنبي الذي يخضع للعلاج ما زال الحجر الصحي قائم وما زال أكتر من 2500 شخص يعمل في هذه الشركة من الشركة والشركات المعاونة لها تحت الحجر الصحي وجميعهم في حالة طيبة ولا يوجد أي اشتباه في أي إصابة العمل الذي تقوم به وزارة الصحة وعمل بتنسيق دائم مع منظمة الصحة العالمية وتنسيق لحزي وجميع فرق المسح الطبي تقوم بهذا العمل مع منظمة الصحة العالمية وجميع البيانات مدققة وجميع التحليل يتم تدقيقها وتبادل البيانات مع منظمة الصحة العالمية في هذا السياق ود أن أشكر جميع العاملين في وزارة الصحة والجهات والمؤسسات التابعة لها على التفاني في العمل والإخلاص في العمل على مدى الأيام السابقة وعلى مدى الشهرين السابقين وأخص بالذكر القطاع التب الوقائي والحجر الصحي وفرق العزل وفرق الترصد وهيئة الإسعاف المصرية وجميع العاملين في المواني والمطارات والمواني البرية وكذلك فرق التي تقوم بالاستقصاء عن جافة المخالطين وكميع العاملين في وزارة الصحة وكل القطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لها وأشكرهم وأشكر زويهم وأثارهم لتحمل هذا النوع من العمل والإخلاص فيه إن شاء الله بكرة بإذن الله نقوم بعمل بيان محدث ولكن في حالة ثبوت أي حالة إجابية في أي وقت ستقوم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بإعداد بيان مشترك وأطلع الجميع عليها لحظيا أشكركم أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في المواجهة اليوم كما تابعنا نفذ حكم الأعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي الذي خان الوطن وارتكب العديد من الجرائم سواء في مصر أو في ليبيا واليوم على قدر الحزن والأسى من جرائمه جاء القصاص للشهداء الأبرار بأعدامه هذا سيكون موضوع النقاش الأول في هذه الفقرة مع قراءة أيضا في آخر تطورات المشهد العربي في العراق وسوريا وليبيا ولقاء يتجدد دائما مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل برحب بك يا أستاذ عبد الحليم أهلا بحضرتك إذن اليوم نفذ حكم الأعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي هذه هي نهاية طبيعية لأي إرهابي تنفيذ حكم الأعدام قراءتك فيما حدث اليوم ومحاولات طبعا الجماعة الإرهابية في ضغو ذلك من تشويه لمصر يعني طبعا ولكم في القصص حياتنا أقول الألباب يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى فمن قتل يقتل ولو بعد حين فالفكرة الأساسية أنه هذه الظاهرة بعتبرها ظاهرة عنفية لابد من ردعها يعني العمل مباشر على جبهة الأمن لابد من ردعها ردعا تاما والمراقب المنصف يلحظ أنه فيه تناقص في عدد العمليات الإرهابية في مصر من عام 2015 إلى الآن وبما يكون عام 2015 هو عام الزروة لكن في كل الأحوال حتى في العحادات الزروة لم يحدث قبل أن تمكن أي تنظيم إرهابي خاصة في شمال شرق سيناء فيما أسمي في وقت من الأوقات بمثلة الرعب شرق العريش رفح الشيخ زويد من كسب شبر أرض بمعنى إقامة موديل أو تصور لدولة تكافئ الشعار اللي اسمه ولاية سيناء اللي هو دور فرع المصري من تنظيم الدعش فلم ينجح أحد على أي نحو حتى في العحادات الزروة في أن يفعل ذلك يمكن أن يكون نجح في التقاط صور خلصة من نوع من تجمعات وأشياء من هذا القبيل لكن لم ينجح أحد في أي لحظة من اللحظات في انتزاع شبر من الأراضي المصرية لإقامة دولة خرافة أو دولة خلافة الخرافة فدي نقطة مهمة في التعامل مع مصر اللي هي الفكرة أن الإرهاب بالفعل أي مراقب منصف من الخارج يلحظ أنه فيه تناقص في عدد العمليات وطبعاً ده نستطيع أن نقول أن شتلة الإرهاب الأساسية إنجاز التعبير جرى اقتلح الباقي تفاصيل والباقي مضاعفات يمكن أن تحدث في أي دولة من دول العالم وطبعاً التصنافات الدولية من حيث استقرار الدول أو درجة توفر الأمنة أو تراجع العمليات الإرهابية كلها بتؤيد هذا المنحة الذي يعني انحصار تدريجي لعمليات الإرهاب أو لمخدرة الإرهابيين على تنفيذ عمليات أي ما كانت أسمائهم بيت المقدس، ولاية سيناء، المرابطون أي شيء من هذا القبيل المرابطون بالذات يا سيد عبد الحليم تأثير إعدام هشام عشماوي عليها إيه من وجهة نظرك؟ لا يعني أنا عاوز أليها وجهة نظر في فكرة الإعدام أو فكرة اختفاء أو فكرة قتل قادة التنظيمات الإرهابية هي لا تؤثر في التنظيمات الإرهابية التأثير الذي نتصوره لأنه مخدرتها على التجديد لأنها أيمى على فكرة ضالة تصور أن الذي يعمل بالإرهاب والذي يقتل الناس يذهب إلى الجنة حيث الحر العين يعني في فكرة ضالة في الأساس هي جوهر أو الكور أو جوهر التصور تأتي إليها أو تضاف إليها استخدامات أجهزة المخابرات والتمويل وإلى آخره يعني لكن جوهر التصور بين خوزين عقائدي يعني إنجاز التعبير يعني جوهر هذا التصور وللأن جوهر التصور عقائدي أو عقائدي وموهوم فتصفية القادة لا تؤثر كثيرا في تصفية هذه التنظيمات الذي يؤثر هو اختلاع هذه التنظيمات أو اختلاع شأفتها على الخط المواشر الخط الأمني ثم على الخط غير المواشر الخط الفكري والاقتصادي والاجتماعي أركز بالذات على الخط الاقتصادي والاجتماعي لأنه كثيرا ما نسمع في مواجهة الإرهاب عن ضصيحة المفاهيم واسترداد الإسلام الذي في حالة اختطاف إلى آخره لكن الفكرة الأساسية عندي أنه ما فيش أفكار بتنمو أو تتدهر بدون وجود متلقين لهذه الأفكار يعني المستقبل أهم من المرسل الاستقبال في البيئات التي تتضمن صورا من التخلف الاقتصادي الاجتماعي يكون أعلى بكثير جدا 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 فيوجد في كل مكان وزمان وزمان فيوجد في كل زمان ومكان أصحاب مثل هذه الأفكار الضالة خذ مثلا تاريخ الإسلام من أول خوارج إلى الآن يعني هناك يعني لاحظ أنه ثلاثة من الخلفاء الرشدين ماتوا غيلة بهذه الطريقة والذين قتلوهم تصوروا أنهم أكثر منهم إسلاما يعني لما تكلم مثلا عن قتل سيدنا علي بن أبي طالب وهو من هو أبي رحمان بن ملجم لدي قتلوا تصور أنه أكثر إسلاما من سيدنا علي فالفكرة الأساسية أنه مثل هذه الأفكار موجودة في كل زمان وما كان لكن ماذا يطرد هذه الأفكار الذي يطرد هذه الأفكار ليس فقط الاقتراب من تصحيح المفاهم تصحيح المفاهم مطلوب في كل وقت لكنه لا يؤثر بشدة إلا أن يكون مصحوبا بإقرار قيمة أساسية في التصور الإسلام حيث يوجد العدل يوجد الإسلام يعني قولا واحدا ففكرة العدالة فكرة أنه بيئة الاستقبال لابد من التصرف معها مش بيئة المرسل أنت تطرد المرسل أمنيا لكن هذا المستقبل الذي يستقبل عادة أفكارا لا طبع خرافي أو لا طبع ضال تزيد حساسيته لهذا الاستقبال كلما ساءت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هنا أود أن نبق أن البعض بيعارض هذه الفكرة على قاعدة أنه الإرهابيين في عدد كبير منهم على الأقل من خريج الجامعات وبعضهم من حملت شهادات ما فوق الجامعات وإلى آخر ليست مسألة في درجة التعليم المسألة أنه إلى ما يتوجه هؤلاء المرسلين يعني يتوجهون إلى بيئة ولذلك بتلحظ انتعاش وجود أرضية خصبة أرضية خصبة طبعا لها طبع جغرافية طبع صحراوي إلى آخره اللي تحاكي التصور الأصلي بتاعنا هم ينشئون الإسلام من جديد كأن الإسلام لم يكن موجودا خلال 14 قرن الفائتة فالفكرة الأساسية فيه جوانب جغرافية وجوانب خلاق وجوانب ابتعاد عن مركزية الدولة وإلى آخره لكن كمان التصور الأصلي أنها تنتعش في بيئة مظالم ولذلك مثلا تجد في العراق انتعشت تجد في مناطق في سوريا انتعشت اختارت من مصر كلها في فترة معينة اختارت بعض مناطق الصعيد في موجة التمينات والتسعينات والألفنات الأولى واختارت سيناء في مرسل فعلينا أن نلتفت لفكرة أنه لن يتسمع أحد إلى ما تسميه نحن تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم ما لم تصحح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالذات الفكرة الأساسية عندي أنه القضية مش إشاعة العدالة فقط القضية إشاعة التقدم إشاعة التقدم بمعنى إيه؟ أنه إحنا لن ننتقل من خانة التخلف بما يصحبه من سيارة أفكار بعينها تميل إلى الخرافة أو تميل إلى الضلال أو الحياد عن سواء السبيل إلا بأنه المجتمع المتخلف لابد أن ينتقل إلى التقدم بحلقة التصنيع ولذلك تلحظ أنني في كل مكان وفي أكثر حرقته بطريقة أشهرية التي تعزوا أحياناً أركز على فكرة أنه لابد من خلق مجتمع جديد من قلب المجتمع القديم في ظل هذا المجتمع الجديد يمكن للمستقبل أن يميز بذاته هذه الأفكار فيترضها من نفسه ويكون مستعداً لاستقبال أفكار تجديدية لأن الأفكار التجديدية تنتعش أولاً إذا تهيأ المجتمع للتغيير لاحظ مثل صورة عرابي صورة عرابي لم تكن فقط صورة عسكريين ضد محتل أجنبي مخبل انتهت بهزيمة الصورة وإغراء البعض من تسمية هوجة عرابي وبعد كده حتى لما رجع عرابي من منفاه استقبله أحمد شوقي بقوله الشهير صغار في الزهابي وبالإيابي هذا كل شأنك عرابي لكن لا ألحظ الخلفية الخلفية كان فيها إيه؟ فكرة التجديد الإسلامي أو الجامعة الإسلامية التي ضمت جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وحميد بن باديس وعبد الرحمن الكواكبي وإلى آخره يعني الفكرة الأساسية أنه كان هناك تصور هو خلفية هذا التأهب للتغيير هذا التصور فكر في هذا العصر الباكر اللي هو الربع الأخير من القرن الثلث الأخير من القرن التاسع عشر في الانتقال من الملكية إلى الجمهورية يعني فكرة الجمهورية طرحت لأول مرة فيه غمار صورة عرابي ومحمود سابن برد وغيره يعني الفكرة دي أو أن المجتمع ينتقل بالفعل إلى التغيير مثال الشيخ محمود شلتوت الشيخ محمود شلتوت كان مختارا شيخنا الأزهر قبل ما أسمي تطوير الأزهر في بداية الستينات ومختارا بالطريقة التقليدية التي درج عليها الأزهر من خلال جماعة كبار العلماء لكن حين تتأمل سيرة الشيخ محمود شلتوت بعد هو كان يفتي في سياق من تغييرات اقتصادية واجتماعية وحضارية شاملة وصلت للتصنيع وقبل التأميم وقبل التمصير وفكرة الاستقلال الوطني والتهرر ومن هنا لم يكن من فراغ أن الشيخ محمود شلتوت بصفة شاخن الأزهر أشدر الفاتوى الشهيرة التي تجيز بجواز التعبد على المذهب الشيعي الجعفري المذهب الرئيسي لدى الشيعة واعتباره كمذاهب السنة الأربعة السياق نفسه هو الذي ينتصر لأفكار التجديد بأكثر من الإقدام على أفكار التجديد وترتدها في فراغ شامل صحيح يعني يجب تغيير الظروف إلى المستقبل لابد من أن المستقبل يلتفت إليه بأكثر من المرسل لأن الخلل لدى المرسل واضح وموجود في طول التاريخ ويعامل أمنياً لكن المعاملة الأمنية بقال التنظيمات الارهابية كما أشرت أثبتت التجارب تلوي التجارب أنها لا تؤثر كثيراً لأن هذه التنظيمات تتولد شيطانياً لأنها تدعي أن لديها الإسلام وأن لديها التفسير الوحيد الصحيح وإلى آخره وهذه فكرة ستظل موجودة لكن تنتعش أو تضمر وتختفي بحسب السياق الاقتصادي الاجتماعي التاريخي طيب أعود إليك مرة أقرص لعد الحليمة لكن بعد أن نأخذ هذه المدخلة الهاتفية من الأستاذة رشا أبو يونس حرم الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان أهلاً بك أستاذة رشا وبالتأكيد تبعتي تنفيذ حكم الأعدام في الإرهابي هشام عشماوي ما وقع ذلك عليك؟ أكيد يا فانتب تماماً سأقول لك يعني مش قدر أوصف لحضرتك مدى السعادة اللي حسيت بيها النهار ده أول ما سمعت الخبر كان إحساسي أن حق جوزي رجع وحق كل الشهدة حكم الأعدام ثبت سعادة لكل أسر الشهدة عشان تنفيذ العدالة وللشهدة نفسهم لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وحسين بينا وحسين بكل حاجة والشهيد منسي كان كاتب رسالة للعداء وبيشكر فيها على أنه هو خلاف المكانة دي وده رأي كل الشهد عايزة أقول لحضرتك وكل أمهات الشهدة بيشوف رؤية الأولادهم بالمكانة الحلوة اللي هم فيها والدة جوزي شافت له رؤية أنه هو بيقولها أنا في مكان أحسن من اللي أنت وفيه بكتير فقد إيه هم بيشكروا العدو أنه هم خلوه ووصلوه من المكانة دي النهار ده إحساسي لا يصف بالفرحة بجد وبشكر الدولة وبشكر تحقيق العدالة ده اللي أنت حسيت لديه النهار ده إنه العدالة تحققت طبعا طبعا تحققت العدالة وده إنذار إنذار لأي شخص تسوي لي نفسه أنه هو يخون البلد ويبقى فيه قصاص عادل وفقا لقول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يقول الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم يعني عايزة أقول لحضرتك أن النهار ده أهل عشماوي دولة يعني حسوا بحرقة قلوبنا وقدي إيه هم عايشين في نار بفجدان أزواجنا والولادنا التاتموا والأمهات وشافوا أولادهم يفتشهدوا طيب يعني أستاذة رشا أنت بالتأكيد يعني لما يعني عرفتي أو علمتي بهذا الأعدام للإرهابي هشام عشماوي تذكرتي زوجك الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان ويمكن اللي كان بيقولهولك أو بيحكهولك عن كل هذه العمليات الإرهابية اللي كان بيتصدى ليها وما زال بيتصدى جيشنا المصري وشرطتنا تمام أنا عايزة أقول لها هيك أنا مش بنفاء أصلا هو على طول في بالي بس طبعا الخبر ده خلاني كان بيقولك إيه لما يكون رايح في عملية يعني من هذا النوع بص حضرتك هو ما كانش بيتكلم عن شغله خالص يعني أنا في حاجات كتير عرفتها عنه بعد استشهاده هو كان ضقيق جدا إنه هو ما يحكيش أي حاجة قدامي كنت ما بسأله الأوضاع عاملة إيه نكفي فينا طميني يقولي ما أنت بتعرفي من التلفزيون ما تقلقيش فينا هتطهر وإحنا مش هنسيبها اللي ما انطهر وحتى لو كل يوم ما تشهيد هيجي بعدنا اللي يكمل المشوار ما كانش بيردى يحكي حاجة لكن أنت كنت بتشعوري طبع الأحداث طبعا طبعا وهو بس بكون عارفة إنه هو نازل مدهمة هو ده كل اللي كان بيقولهولي بس عشان التلفون ما بيبقاش في شبكة فعشان نبقى متطمنين عليه ثم بقوله التلفون أنا ألان علشان أنا ما اتطمنتش عليه فبيقولي ما تقلقيش لو حصل حاجة هم هيبلغوكي يعني هو متوقع الشهادة الله يرحمه ويرحم كل شهدائنا وإن شاء الله يكون هذا الحكم بإعدام الإرهابي هشام عشماوي أتلج صدور أمهات وزوجات وأبناء الشهداء بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة أستاذ رشا أبو يونس حرم الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان أستاذ عبد الحليم قنديل نرجع لحكم الإعدام مرة أخرى ولما بناخد هذه المداخلات يعني طبعا يعني راحت نفس الشهداء وراحت نفس أسارهم مسألة مهمة بس ما هو أسبق من ذلك أنا أريد أن أقول ببساطة أن كل الناس يعيشون ويموتون الذي يموت الشيء المستقر في ثقافتنا ذات الجزر الإسلامي بالضرورة أن الشهيد في المرتبة الأعلى الشهداء أحياء عند ربيهم يرزقون فالجزء الجوهري فكرة رغبة الشهداء رغبة الشهداء عنصر يعني يعني أفضل ما في ثقافتنا الذاتية اعتبار أنه الموت شهيدا هو غاية قمة الأمنيات لدى الفرد الذي ينشأ في بيئة الثقافة الإسلامية هؤلاء على الجانب الآخر الذين يختطفون الإسلام لا يموتون ميتة الشهداء بس بيشوفوا كده هم يموتون ميتة كلاب النار وكلمة كلاب النار دي يعني مسألة مشتقرة في التاريخ الإسلامي وفي التاريخ الفقر الإسلامي في وصفة هؤلاء منذ بدأ الإسلام وأنا أشرت لأنه مثال كمثال الإمام علي الإمام علي في قمة صراعه مع معاوية وهو من هو الإمام علي ابن أبي طالب كان يقول التالي كان يقول لقد التقاينا يعني التقاينا في الحرب أنصار علي وأنصار معاوي وربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا إلى الإسلام واحد شوفي هذا الزمن المبكر جدا وهذا النضي كان يميز فكرة أن الصراع على الخلافة أمره دنياوي تماما دنياوي تماما وليس شأن دينيا لم يكفر محاربيه رغم ما كان العليا للإمام علي فهنا فهنا الإمام علي نفسه لما خرج عن الخوارج قد حكمتها وقالوا له قد حكمتها في الكتاب ولن نصلي بعد اليوم خلفك ثم قتلوه يعني عبد الرحمن بن ملجم لدي قتل الإمام علي كان حافظا القرآن ما هي مش بالمظاهر يعني هي الفكرة الأساسية أنه الدين كدين قائم الذي يمشي بيننا الذي يمشي بيننا هو تفسيرنا لهذا الدين هذا التفسير لما أجي أتكلم عن تفسير الإمام علي وتفسير الخوارج أمره طبيعي جدا لدى الاعتقاد الفطر لدى أي مسلم صحيح النية أنه ينحزل الإمام علي فهنا الإمام علي في هذا الوقت المبكر وكان له بوصفه الخليفة المختلف لأن المعاوية خرج على خلافة الإمام علي أن يدفي طابعا دينيا أخرويا على الفكرة فهذا الكلام فيه فرق هائل جدا بين الشهداء وطبعا نحن لا نزكي على الله أحدا لكن بحسب مرأينا من وقاع التاريخ دائما الشهادة غير مرتبطة لا باعتقاد مضال ولا مرتبطة بأحقاد ومرتبطة بمعاني سامية مطلقة لصالح كل الناس ولصالح أغلب الناس لكن للأسف يا صدر لين دا اللي بيقولوا القيادات الإرهابية لي يعني تابعيهم في هذه المجموعات اللي هي ايه؟ إن دي شهادة لا ما هو أنت في النهاية أنت بصدد عملية اختطاف شامل الإسلام يعني الاختطاف الشامل للإسلام أنت لما تيجي تتكلم عن أنه أنا بدعو لنشر الإسلام أنت بتتجاهل دلوقتي أنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم انقطع الوحي فمن هنا بدأت السيرة البشرية أيه بدأت منذ انقطاع الوحي السيرة البشرية للذين أوحي إليهم والذين وصلتهم من رسالة هنا فكرة إساءة التفسير أو تعجل التفسيرات سوف تظل ملازمة إلى يوم يبعثون أنا كما قلت أنه التفسيرات الخرافية من جهة اللي بتوصل مثلا بتشوف تفسيرات من نوع عن جواز أكل لحم العفريت ولا لا عن مش عارف الارضاع الكبير يعني مش بس ده هذا الانحراف الانحراف الخوارج في انحرافات كثيرة جدا وهذه الانحرافات متسندة لأنها بتتصور أنه يمكن تغيير طبيعة الإسلام وابتداع طبقة وسيطة اسمها رجال الدين أو المشايخ أو بتاع كعنصر تفسير في النص الإسلام لا يعرف سلطة دينية يعرف الأخذ المباشر كله انطائره في عنقه انت مش هتتعاسب عشان فلان قالك كذا لا انت ماذا فهمت تستطيع أن تسعى لدى العالم لكي تفهم لكنك لك تستمول زمن بعد أن تفهم وبعد أن تتبين لك الأراء بأخذ رأي بذاته استفت قلبك بالضبط يعني المسألة مختلفة جدا في الإسلام عن الأديان اللي هي فيها إكليروس أو طبقة رجال دين أو شيء من هذا القبل شيء عابرا لازم أريد أن ننبه له أنه واحد زي ما قلت في زروة الإرهاب لم يستطع انتزاع لم يستطع أحد انتزاع شبر من مصر ولما احنا بنقول مصر محروصة احنا حينا بنقولها كما كان يعني نوع من البركة طبعا فيه بركة الأنبياء وبركة الصالحين لكن كمان فيه عناصر مرئية يمكن تبين ليه مصر محروصة ليه مصر هي دولة يعني واحدة من أهدم الدول في التاريخ لم تحدث أنت فتتت لم تحدث فيها حرب أهلية في التاريخ حدثت اضطرابات في مراحل متعددة صعدت وهبطت لكن هي فضلت على حطة إيد ميناء موحد القطرين ويمكن رؤية سبب زي تجانس الشعب المصري تجانس الثقافي لدى الشعب المصري سواء دول مسلمين أو دول مسيحيين وده أدركوا الغذاء قبل أن يدركوا المصريون رولدو كرومر مثلا لما ملقاش أي فرق بين المسلمين والمسيحيين لدرجة أنه وصل في أنه ما فيش مسيحيين أصلا في مصر يعني ده واحد بيروح الجامعة واحد بيروح الكنيسة وهما نفس الناس اتنين ما تيجي مثلا غير التجانس الثقافي في طبيعة الجغرافية البيئة حول النهر والدولة والمركز وكده جعلتها قبضة وحدة تلاتة أنه العناصر المضافة زي الجيش المصري يعني ليس من فراغ أنه فكرة أن الجيش المصري هو حارس هو يد الله في حفظ هذا البلد مش بنتكلم بس عن أنه كنوا واحد من عشرة الجيش الأخوى في العالم أو الجيش التاسع أو كده ليس هذا فقط مصر لنفسها غير مهيئة لأنه لم يحدث هذا في التاريخ لا يمكن أن تتغير طبيعة بلد بين عشية وضحاها أنت فتتت أو انفصلت أجزاءها لأنه فكرة الدولة في مصر عقيدة قبل أن تكون بناءا ماديا أي وحدث في الكثير من اللحظات ومنها اللحظات قريبة جدا بعد عام 2013 بعد 30 يونو 2013 أن محافظة كمحافظة المينيا حصل تحطيم كل مظاهر الدولة فيها المحاكم أقسام الشرطة كل شيء لكن هل طلب أهل المينيا في وقتها لانفصال عن مصر بقول لك فين الدولة الدولة في مصر عقيدة وعشان كده بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أنه الحديث عن الدولة المصرية باعتبرها دولة قابلة للتفكيك كما تفكاك الدول إلى المشرق العربي أو كما حدث في ليبيا هذا أمر مستحيل في الحالة المصرية طيب حضرتك ذكرت ليبيا وهو موضوعنا أتفضل الثاني المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة اعتذر عن استكمال مهامه يعني ده في سلسلة جديدة للمبعوثين اللي مش بيستكملوا مهامهم في الأزمة الليبية برأيك يعني هل الأمم المتحدة أستاذ عبد الحليم بتملك أوراق حل في ليبيا أم لا؟ لا 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 تملك أوراق حل هذا المبعوث الخامس الذي يزير يعني فأنت في واحد لبناني بدأ في البداية وغسان سلامة اللبناني ختم في النهاية وبرناندينو وكذا يعني كله ده ليه؟ سوء المعالجة يعني الأمم المتحدة وتصور بعثات الأمم المتحدة آئم على فكرة ضلة غير مطابقة الوضع في البداية إيه الفكرة الضلة؟ أننا بصدد طرفين متنزعان على السلطة يتنزعان على السلطة طيب ما دوري؟ دوري أن أوفق بين الطرفين وأن أعطي لكل طرف جزءا من هذه السلطة وهذا ما بني عليه اتفاق السخيرات الذي عدى وخطاها 2015 كنجاح عظيم جدا وإنه تهيئا في اتفاق السخيرات ما اسمي حكومة الوفاق الوطني أو حكومة السراج وكذا نظر إليها بوصفها وضعا انتقاليا يمتد المدة عامين تهيئ البلد لإجراء انتخاباتها مشكلة هذا التصور أنه يتجاهل جوهر مشكلة لبي جوهر مشكلة لبي بالتطورات التي حدث منذ تدخل حلف الأطلانطي يعني لم تترك قضية ثورة الشعب الليبي للشعب الليبي وإنما لعب فيها حلف الأطلانطي بطائراتي وجنودي وأجهزة مخابراته دوراً أساسية مما شوه فكرة الثورة وجعلها في وضع مزيج ما بين الثورة والاحتلال ثم بعد ذلك تحطيم الأساس الدولة الليبية وللإنصاف مشكلة أساس الدولة الليبية أن العقيد القذافي رحمه الله بتصوراته عن الجماهيرية وآخره هو ساهم في فكرة تحطيم الجيش وحوله إلى كتائب متفرقة ومساعدة بشكله بعد دخول حلف الأطلانطي على الخط وتحطيم ما تبقى من قواعد وإلى آخره انتفت فكرة العمود الفقري للدولة الليبية الذي هو جيشها هي دولة متسعة المساحة جداً 1700 كم مربع على البحر الأبو المتوسط ممتدة إلى 1700 كم هي دولة محدودة السكان جداً قياساً إلى مساحتها قرابة الستة ملايين أو تزيد قليلاً هي دولة أيضاً تمتاز بأنها يعني صحراء واسعة جداً والتركز السكاني والتوزيع السكاني موجود كبقع بقع متنسرة على شاطئ البحر الأبو المتوسط أساساً ثم بعض البقع في العمق في الجنوب فهي فكرة الحفاظ على مثل هذه الدولة يستلزم قوة حاسمة فجوهر المشكلة ليس توزيع السلطة كما تصور المبعوثون الأمميون وإنما طب جوهر المشكلة أمني أن توجد الدولة أساساً لكي توجد الدولة دارت الحرب من 2014 إلى الآن بين ما أصبح يعرف بالجيش الوطني الليبي وبين حكومة السراج التي هي عبارة عن قناع لمجموعات ملا أحب تعبير متطرفة مجموعات إرهابية تتطابع وخارجها عن القانون عن قانون الدولة عن فكرة الدولة نفسها من أول الإخوان إلى الجبهة الليبيية المقتلة إلى القاعدة إلى داعش إلى أنصار الشريعة إلى آخره هؤلاء كونوا عصابات على خريطة ليبيا ليبيا في وقت من الأوقات كان فيها 1600 ميليشي 1600 بين ميليشيات تزعم لنفسها أساساً عقائدياً منها عاوزة تقيم دولة خلافة في ليبيا قاعدية وإخوانية وداعشية إلى آخره وكلهم في النار وفي نفس الوقت بين عصابات إجرام بتخطف الناس أو تسرقهم أو تعتدأ أو كلا لذلك فالتطور اللي حصل في ليبيا من 2014 إلى الآن وكان هذا الذي يجب أن ينتبه إليه سيد غسان سلامة هو محاولة لإقامة الدولة من جديد بدأت من الشرق وبمعارك من معركة بنغازي لمعركة ديرنا لمعركة الهلال النفطي لمعركة الجنوب فتزان إلى آخره وصولاً لمعركة ترابلوس الجاري أنت لديك طرف لديه 85% على الأقل من مساحة ليبيا ولديه 95% من أبار البترول وخطوط نبيب النقل والمواني وإلى آخره وطرف آخر محصور في مساحة محدودة من ليبيا هي بالضبط ترابلوس وإلى شرقها مصراطة وإلى غربها الزاوية بسط فأنت هنا أي أعاق لفكرة التقدم لإعادة بناء الدولة أو الأساس العمود الفقري للدولة لأنه قبل ما تتكلم عن إنها أقيم دولة مدنية ولا دولة مش عارف إيه بس نقول في دولة من الأساس طبعاً يوجد دولة من الأساس ثم بعد ذلك مش يوجد اتفاق ينطوي في بطنه على تجديد الصراع زي اتفاق الصخيرات وإلى آخره المشكلة أن غسان سلامة كان يحلم بصخيرات جديد يعني تعديل الصخيرات في أشخاصه يعني كانت خطته كده من خلال المصارات الثلاثة الثلاثة التي بتدحها المصار العسكري والمصار الاقتصادي والمصار السياسي هو عاود وكان يدس أنفه في فكرة اختيار ناس ومشاهد بشكله فلا مؤتمر جدامس وكان إيه مفهوم يتفاق حسو خيارات اتنين يا أستاذ عبد الحمي حسو خيارات اتنين أنه يحافظ على فكرة المجلس الرئاسي هي نفسها بس يغير الشخص آه هو كان شايف المشكلة في الشخص المشكلة في الأشخاص فخلينا نعمل نوع من الإرضاء لجماعة الشرق ليبيا كما يسميها مجلس النواب الليبي أو أو حفتر أو إلى آخره المسألة ببساطة جدا فيه مصار لابد أن يستكمل أو إقناع الميليشيات يعني تخيل من جزء المسألة يقولك دمج الميليشيات في الجيش يعني يعني إيه يعني أنا هدمج الأطراك في الجيش الليبي مثلا هدمج الميليشيات اللي جاية من إدلب أو من سوريا المرتزقة في الجيش يعني يعني هذه طرق أو توهمات لحلول لا تنطوي إلا على تجديد الأزمة إلى مالة نهية لذلك أنا ألحظ ما هو أهم من بعثة غسان سلامة حسنا أنه اشتقال هو حاول لكنه في النهاية اختلط طريقا تصوري ولكن سيكون هناك بعود جديد وسيفكر بنفس طريقة الأمم المتحدة وأنا رأيي أنه علينا أن ننسى فكرة الأمم المتحدة ننسى فكرة ما يسمى المجتمع الدولي ننسى فكرة غسان سلامة أو ما بعوش الأمم المسألة ببساطة أستاذ شادي على الأرض دلوقتي الوقاع على الأرض لابد أن تحسن يعني إيه لوقاع الأرض لابد أن تحسن لاحظ أن بنغازي أخذت سنوات من التحرير وهي تاني أهم مدينة في ليبيا ودرنا حتى هذا الجيب اللي ترك لبعض الوقت سمعها دا ليه الجيش الوطني الليبي اللي يوصف فيه لاحظ أن تاريخ ليبيا لا يجب أن ننسى ليبيا كانت ثلاث ولايات لحد أواسط الخمسينيات لحد 1850 وهي اتحدت مع الحركة السنوسية صوفية الطابع وكذا لاحظ كمان أن الجيش الليبي حين نشأ في زمن الملك السنوسي نشأ في برواش في مرس من هنا إحنا ليه لما نجي نقول ليه إحنا بنساهم في إحياء الدولة الليبية وفي إنشاء الجيش الوطني الليبي وفي دعم الجيش الوطني الليبي نحن نرتكز إلى مراس عميق هذا المراس ليس فقط علاقات الجوار ومخاطر الأمن لكن كمان فيه طبع اجتماعي طبع اجتماعي قديم متعلق بالانتشار القابلي على جانبين الحدود أولاد علي وجيرها وطبع اجتماعي مستجد في العقود الأخيرة في طلت الليبيين الحاليين من أصول مصرية يعني إيه من أصول مصرية إما من أمه مصري أو من أب فيه اختلاط واسع النطاق فمن هنا تهمنا ليبيا مش تهمنا ليبيا بفتعال تهمنا ليبيا لأن مصير ليبيا هو مصير مصر لذاتها فهنا الذي يجب أن يجري على الأرض وبدأت الأطراف الغربية تدرك ذلك أخيرا يعني آخر خبر من ليبيا أنه وفود من دول غربية متعددة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا راح تقابلت المشير خليفة حفتر في مقر قيادة وفي الرجمة شرق بنغازي قبلها المبعوث الأمريكي لأنه دائما كان هناك هو أمريكا إيه رأيها في اللي بياجري في ليبيا المبعوث الأمريكي حين أدل بإفاته التي أشرت إليها في الحلقة السابقة قبل أيام ودي منشورة فيما يزيد على 1500 كلمة باللغة الإنجليزية مفصلة لأول مرة يفصل هذا الموقف المستفاد من هذا الموقف بصورة حاسمة إنه قال إنه شرق ليبيا وبنغازي أكثر استقرارا بمراحل من ترابلس المفترض إنه هو مقر إقامته في ترابلس الذي يجب أن يسعى هو ليس مقر إقامته في ترابلس ومقر إقامته في تونس فالتنين إن المشير خليفة حفتر له مستقبل كبير له دور كبير في صناعة مستقبل ليبيا الدور الكبرى إن الأطراف المتدخلة في ليبيا فيها طرف تركي يدعم الميليشيات لكن الأطراف الأخرى التي يشار إليها بالبنان على إنها متدخلة كمصر والإمارات وغيرها لا تتدخل بالطريقة لا ترسل قوات نحن نرسل بنودة فهنا حسناً أن تحرر الوضع الليبي من مخاتلات الأمم المتحدة ومخاتلات مبعوثيها الواجب لا نعرف إذا تحرر أم لا نعرف فقط أنه غسام سلام عقادر حتى لو لم تقبل استقالته حتى لو عينوا شخصاً آخر أنا أعتقد أن هذا طريق الضلال وطريق مفخمة الأزمة لا طريق لابتدار الحلول لأن الأزمة لابد أن تحسن أمنياً يعني تتحرر باقي ليبيا وحر الجيش الوطني ما تبقى من جيوب لجماعات الإرهاب في ليبيا اتنين تشرف الأمم المتحدة على إجراء انتخابات عامة في ليبيا المؤمنة بجيش كما بقيت الدول على خرائط العالم طيب هذا هو الملف الليبي وننتقل يا أستاذ عبد الحليم إلى الملف العراقي هناك تطورات يعني وسط هذه الأزمة في العراق اعتذر محمد توفيق علاوي عن استكمال مهمته رغم أنه كان قابق قوسين أو أدنى يعني من الإعلان عن تشكيل الحكومة ظهر اسم مصطفى الكادمي مدير جهاز المخابرات فقوبل بالرفض من حزب الله العراقي أحد أكبر طبعاً الفصائل المسلحة في العراق هدد بإشعال العراق حزب الله في العراق فيرد مدير المخابرات برفض هذه التصريحات واعتبرها تهديد للأمن والسلم الأهلي وإنه مستعد لحماية الدولة هل هناك مخاوف على العراق من سيناريو الاقتتال الداخلي بعد هذه التصريحات المخاوف وقعت بالفعل يعني أولاً اقتتال الداخلي سواء لأسطائفية أو برطائفية العراق مئات الألاف ربما الملايين سقطوا في العراق في إطار حروب ضل العراق ابتلي بمصائب من نوع خاص جداً جمعت كل المصائب التي أصابت أقترن عربية أخرى تعرضت لتهشيم أو تحطيم وأضاف إليه الصيغة الحالية في العراق لم تعد لم يعد ممكناً النفاذ من خلالها إلى حل الأزمة بالقظيمي لم يعد ممكناً الصيغة فسدت بالكامل ليه؟ لأن جوهر الصيغة قائم على الفكرة التالية أنه العراق محتل في احتلال أمريكي وفي هايمنة إيرانية وأمريكا وإيران يحددان معاً سواء بحوار ظاهر أو من وراء الكواليس اسم حكومات الدماء التي تظهر في بقداد حدث انسداد في طرق الحوار الأمامية أو الخلفية ما بين طهران وما بين واشنطن وبالتالي كل هذه الاقتراحات في الوقت الضائع لأن الانسداد موجود الانسداد موجود وصلت الصيغة إلى نهايتها ومن هنا تلحظ أن المتظاهرين بيقولوا إيه؟ بيقولوا ببساطة احنا مش عاوزين أي حد من اللي حكم أو اللي شارك في أي حكومة من 2003 اللي هو تاريخ 9 عبريل 2003 تاريخ الاحتلال الأمريكي للعراق لأنه لو لم يكن الاحتلال الأمريكي للعراق ما كانت له هايمنة الإيرانية التي رتبت عليه ده يمكن يعني فجأة إن احنا فهنا أما تيجي مثلا تتأمل كل تصرف يعني الشارع المنطفط ببسالة متحملا الخطف والاغتيال والقتل وكورونا وإلى آخره صحيح ببسالة فوق أربع شهور ونصف تقريبا ونصف شهر تقريبا إلى الآن سوف يستمر اتنين حتى لو افترضت أنها لقى الأوضاع بعض الأيام أو بعض الأسابيع سوف تعود للتجدل لأنه ما يجري في العراق هو حرب تحرير وطني في صورة مظاهرات في الشارع هي هي جوهرها أنا أطلقت عليها ذات مرة تحرير وطني ممن؟ من الهيمانة الإيرانية؟ من الاتنين؟ من الاحترال الأمريكي؟ من الكتل السياسي الموجودة في العراق من الاتنين؟ لأنه لو لم توجد الاحتلال الأمريكي ولا الهيمانة الإيرانية ما وجدت هذه الكتل أصلا هذه الصيغة يعني هذه عرائس ماريونيت ظهرت على المصرة كأقنع للاحتلال الأمريكي أو أقنع الحيمانة الإيراني الآن استنفذت هذه الصيغة بتخلي الراعيين عن فكرة الحوار بينهما خاصة بعد مقتل قاسم شليماني بالقرب من مطار بغداد الفكرة انفكت وحين انفكاكها لا تستطيع أن تجد راعيا جديدا فالجديد ايه أن يرعى العراق نفسه ولذلك تجد الشعار الجوهري في المظاهرات نريد وطنا لاحظ ان هؤلاء المتظاهرين موجودون جغرافيا في العراق لكن هم انفكت الرابطة العروة الوسقى بينهم وبين وطنهم ولاحظ ان هذه المظاهرات تجري في المنطقة التي تستطيع عليها باسم المنطقة الشيعية اللي هي بغداد ومحافظات الجنوب والوسط وهؤلاء جيلا وراء جيل تربوا على فكرة ان صدام حسين هو الشيطان بعينه فلما تيجي في هذه المظاهرات وتجد في بعض المرات تقول لك حي الشهيد صدام هنا المسألة الرمزية لا تتعلق صدام مش هيعود لن يعود من موته ولن يعود من قبره الفكرة الاساسية اننا نريد عودة العراق اللي هو بالتطورات التي جرت تحطيميا من اول حل الجيش العراقي قانون اجتساس حزب البعث الابتلاء بحكم من يسمون انفسهم بالطيار الاسلامي الذي تكشف عن طيار رصوصي بامتياز لا تقارن اليه اللصوصيات الواردة في كتاب الف ليلة وليلة المبنى على خلفية بغدادية وإلى آخره انت هنا بصدق جحيم هذا الجحيم لا يلتفت فيه الناس برد مدير المخابرات على حزب الله في العراق وحيحصل حرب أهلية حزب الله كتائب حزب الله وهي مجموعة مسلحة تابعة لإيران جميل هي تتهم مصطفى الكاظيمي بانه تابع المخابرات الأمريكية يعني فهم جوهر الانشقاق مصطفى الكاظيمي اسمه لا يطرح لأول مرة طرح من قبل وماذا حدث من قبل طرح من قبل برد رفض الفكرة الأساسية لم يسلق طريقا يعني الفكرة الأساسية علينا أن نتحرر من وهم أن هناك دولة في العراق هناك شيء يشبه الدولة يعني مبنى خيمة محطوطة كده شكلها شكل دولة هذا الرئيس قدامك وهو وهذا رئيس وزراء خد بالك رئيس الوزراء المستقيل لوعد الأبد المادي وهذا أمر لم يحدث في أي دولة في التاريخ ولا في أي أزمة سياسية في التاريخ قال لك أنا بقى مش لاعب أنا مش هدير مش هسير الأعمال أنا زهقت واخد بالك من حاجات تانية طرحات أخرى طب إيه رأيكم بقى يا شباب نسيبنا بقى من اختار رئيس وزراء جديد ما نجدد لعدل عبد المهدي طب إيه رأيكم بقى يا شباب نخلي رئيس الجمهورية لأن دستوري يسمح بذلك هو رئيس الحكوم فيرد عليه واحد تاني يقولك ده تابع المخابرات الأمريكية لا هنا ما حدش عراقي اللعبة ليس فيها عراقي اللعبة ليس فيها عراقيون ولذلك أنا جزمت منذ البداية بأنه يا أخوانا أيا ما كانت الألعاب ألعاب المسرح التي تضار في العراق ألعاب المسرح بتضمن أن فيه يعني بتفترض أنه هناك مخرج أو أكثر من مخرج للعبة المخرجون تنحوا على سطح ولعبون في العمق في الصدام فمنها مثلا مش بس كتاب حزب الله قالت له مصطفى الكظيم سنوش على رأيه كتاب حزب الله دي نفسها قالت الشركات العراقية اللي بتشتغل مع القواعد الأمريكية هندهموه لـ 15 يوم بعد كده هتعملوا فيه هتحرقوه أمه التهديدات يعني متبادلة أنت تتخيل إنه لو أنت في دولة كنت في دولة في العراق دولة في العراق يعني جيش قائم على تجنيد الوطن العام فلسطوب نقطة ها وأجهزة أمن نقطة أنت في غابة من السلاح أنت ببساطة شديدة التحولات التي جرت لمن يسمون بالبرلمانيين العراقيين لافتة جدا يعني توفيق علاوي قالك أنا كان فيه 170 نائم مضين له و 170 نائم بدون مستوى يعني عدد النواب في البرلمانيين هو كناس يوصل إلى 165 عشان يشكل الحكوم هو عاوز 165 يشكل الحكوم فالعدد كافي جدا إلا حصل راحه فيه فيه تهديد بالمسدسات المكتومة فيه بيئة فيها عصابات أخذت مالا كثيرا جدا شفطت العراق يعني 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 حد بيسرقك وحطت فوشك مش ماته أرنغ غزال مسدس كاتم للصوت وتنتهي فأنت في النهاية هو هيخكم مين هيسيطر على مين يعني يعني مين فأنت العراق يحتاج إلى إعادة بناء العراق لأنه الرعاة انصرفوا وتركوا الأمر ينفلت إلى نهاياته فهنا حتى لو افترطت جددا إنه سوريا قال لك والله الحكومة دي تمشي فأنت تكون هذه نهاية القصة الشعب العراقي والمتظاهرين العراقيين وحسنا هذه المرة من حسن حظ العراق أن جغرافيا المظاهرات في المنطقة المسمى الشعية لأنه جرت مظاهرات في المنطقة الغربية السنية قبل كده فتقال إن هؤلاء إحنا هنحارز كما كان يقول الملكي هذه حرب أبناء الحسين ضد أبناء يزيد دي حرب مين ضد مين بقى فهذا هو جوهر المأزق إن الكتلة الشعية التي كانت تستند إليها إيران تفتت وجدانها وثار عليها شارعها وارتدت إلى لا نظر إلى مظلومية الشيعة في مقابل طغيان السنة ولا العكس وإنما نظر إلى مظلومية العراق في الجمهور الشيعي المتظاهر ينظر العراق الآن في وضعه الحالي باعتباره الإمام الحسين الذي يحتاج إلى من ينتصر له فيعيده عراق لا ملحقا لآخرين طيب من العراق إلى سوريا دقائق قليلة يا أستاذ عبد الحليم يعني هم تلت دقائق وزير الداخلية التركي أعلن أن هناك حوالي 135 ألف لاجئ وصلوا إلى الحدود مع اليونان قصدين أوروبا طبعا نعرف ما تفعله تركيا الآن على هذا الجانب لكن على جانب آخر روسيا اتهمت تركيا بالتواطئ مع الإرهابيين في سوريا وإنها كانت بتخطط لفبركة هجوم كيميائي في سراقب شمالي سوريا لإلصاق التهمة بالجيش السوري نظرة حضرتك سريعا على ما يحدث الآن واحد أعود إلى فكرة الأساسية الوقاع على الأرض هلات تحكم الوقاع على الأرض تقول أن الهجوم التركي المزعوم مشدس الصوت اللي أطلقه إردوغان ده طلع في شنك لأنه على الأرض سراقب وقد حاول جيش التركي وحاولت القوة التابعة له من الإخوان وغير الإخوان الدخول إلى سراقب لم تستطع الدخول إلى سراقب ودخلت الشرطة العسكرية الروسية اتنين فالوقاع على الأرض الآن لصالح الجيش السوري ولصالح راعي الروسي اتنين إردوغان حين يطرد اللاجئين يعني عاوزين بس مش بس إن هو بيستخدم اللاجئين من السوريين ومن الأفغان ومن العراقيين وغيره واللي بيعبره سواء إلى الجزر اليونانية المتخمة أو عبر نهر ميرتش اللي هو فاصل قدرنا اللي هي الجزء الأوروبي من تركيا عن اليونان هو لا يستخدم فقط اللاجئين السوريين إنما عاوزين نضيف إلى فكرة ليه ابتزاز وهذا أمر قلنا من قبل وقلته أوروبا نفسها ولن نقبل الابتزاز وإلى آخر وبتساعد اليونان عشان تمنع أختحام اللاجئين إن هو بيطرد اللاجئين بيطرد يعني هذه حركة طرد وبتوصل المسألة في تقارير تلفزيونية شفتها لأنهم بيسرقوا منهم موبايلاتهم وبيسرقوا الجيش التركي وبياخدوا منهم كل ممتلكاتهم ويطردوهم بحيث ما ملهمش البحر أمامكم إنت قدامكم النهر هو نهر ميرتش عبروه عبروه وخطره أو موته أو كذا لكن مش هترجعوا ده طرد لاحظ إنه منذ سنوات في إطار لبسه أو ارتداءه لمشوح إسلامية كان أردوغان يقول للمهاجرين السوريين أو اللاجئين السوريين نحن الأنصار وأنتم المهاجرون الآن يطرد السوريين تلاتة وهذه النقطة أخيرة اللقاء المقرر بينه وبين بوتين سوف يعيد تقنين في تأخديري الوقاع على الأرض تسعى روسيا إلى إنه أردوغان زاهب وهو يسعى لوقف إطلاق النار لاحظ الحملة بتاعته يدوبك يوم من تعشت اليوم الأول بعد كده خفط صوتها لأنها لم تستطع التقدم على الأرض معركة صراقل كانت معركة دالة جدا في هذا الإطار فهو تنجد ويستغيث بالأمريكان ويستغيث بالأوروبيين وكذا يعني اللي كان يتكلم عن أن احنا سوف نهزم سوف نكسح سوف كذا تحول إلى فقر صغير في مصيدة إدلب أظن أن بوتين سيفرط شروطه في الاتفاق الجديد لأنه جوهر المسألة ما تغياه النظام السوري هو تحرير شبكة المواصلات الأساسية طريق M5 وM4 الرابط بين أهم المدن السورية من الشمال إلى دمشق بشكرك شكرا جزيلا على تحليلك لكل هذه الملفات أسن الكبير الأستاذ عبد الحليم فنديل وعلى وعد باللقاء يتجدد إن شاء الله شكرا جزيلا لك مشاهدينا بهذا بتنتهي هذه الحلقة من المواجهة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة